أنا على كل حال بتمنى لكم التوفي ومنشوف من آخر اللقاءات يلي صارت جلسة مهمة مع المعالجة النفسية رانيا خليفة فشو صار بالجلسة مع مايا اسمي رانيا خليفة وام بزنس بارتنور لاميرا كلي أنا اليوم جاي كمحللة نفسية جاي تساعدكم تحتى توصلوا للايم اللي انتو بتكون يا يعني أنا بعرف أنه كل شخص منكم عاوز يوصل انتو رح تعرفونها الحالكم وأنا رح ساعدكم تقارفكم أكتر سوري حقعد مع كل واحد لوحده مني بحبي بلش انتو بتقرروا أنا مبلش حبيت أنا بلش أول شي مع مادام رانيا لأنه كنت كتير محمسة وعندي حشرية تقارف شو نوع الأسئلة اللي ممكن أنه تطرحها علي كيف حصيت حالك به التحدي أنا بري فعل أنا لأنه هيدا فليتكال شو أنا حياتي العديم أبطع تسيس وكمان أنا در تحدي وزن أنه أشتغل عفرت هيدا تبعك أول فليتكال نالج تبعي والفليتكال سكيلز أكيد بمبسط إذا بربح ما بقلك لا بس لما فتت ما كانت هالغاية كانت أكتر تتشالنج أنا ما يعني فتت على تشالنج ما فتت على ربح لا مبسوطة أنا وصلت لها المرحلة ما بقلك أنا بري برام جيد جيد من أبرز النقاط اللي حكيناها أنا ومدام رانيا هي كيف البرنامج أثر على نفسيتي إذا أثر سلبا أو إيجابا فقال دلنا أنه البرنامج كان تأثيره كتير إيجابة علي والضغط اللي عشته زاد من قوتي ومن قدرتي على التحمل وأنا كتير فخورة بالإنجاز اللي عملته لحديث اليوم بهيدا البرنامج لأنه زاد من سيئتي بنفسه ياني، هل تعتقد أنك ستكون الرئيسة؟ إذا كنت أصبح الرئيسة، أنا أقول أني ستكون الرئيسة لقائم مع مدام رانيا اليوم كان كتير مفيدة قدرت من خلاله أبين كيف أنه اختلافي بطريقة تفكيري وبطريقة تصرفاتي هو كمان مصدر الإبداع عندي ومن أبرز نقاط قوتي نصحتني مدام رانيا أنه حافظ على نقطة القوة اللي بتميزني وهيدا الشي زاد من حماسة ورفع من معنوياته وهلأ منشوف شؤال نيكولال لرانيا الخليفة بجلسة مصارحة حكي فيها عن الأمور اللي بتزعجه وكيف استفاد من وجوده ببرنامج الزعين اجتمعت أنا ومدام رانيا جربت تحكيني بموضوع أنه افتح قلبك خبر شو بيك، خبر شو زحجك، بل كي برتاح عدت ستين نهار هون، أكيد سافي عندك إزعاج من عدة أمور عايش مع ناس غربة لا مش سوريا مش لأنه عايش مع ناس غربة لأنه أنا بحياتي اللي قبل في كتير أوقات كتعيش فيهم لوحدة يعني أنا من النوع يمكن غير عنه أنا عايشت أكتر من 16 سنة لوحدة مشكلتي الكبيرة بالحياة أنه كل هيدا اللي بتشوفيه عندي قلب جدا طيب لدرجة الهبل يعني رأسي بيكون عم يقلي إنه هيدا الشخص منه منيح قلبي بيقول لا هيدا لازم يكون منيح يعني هالتضارب هيدا بيعمل لي مشكلة يعني أنت بتتعطف مع الشخص أو من طاوم بتشغل عقلك صح، بس ضل أعلق يعني عم ضل يكون معي مشاكل لأنه عم خلي عم بتخلي القلب يشتغل أكتر من معه بهيدا الموضوع بزيت جربت قدمة فيي فسر له إنه السيد تطر علي من شهرين كان لحديت هلأ هو السيد إنه عصبة وعنيف وبيحكوا بها الموضوع وبرجعوني لورا 25 سنة هيدا الموضوع كان زعجني كتير لأنه فعلا منه هايك بس أنا هوني ما ادي ياقت من شي يعني ادي ياقت كي بدي إليك أتبرت إنه أنا فيت عم حال كله بيفهم كله زكي كله هو القصة كله يعني أنت شغلت عم لدي بحياتي كله شي اسمه حب المعرفة لليوم أنا بنتر دكتور جاية أو بروفسور أو حدا جاية لأأخذ منه وأتعلم منه مش إنه أنا وسط لوقت خلاص بعرف كل شي محن بيعرف كل شي وعطول بقلهم إنه أنا أريدي ربحان هون لأنه إجا ناس علمونا كيف نتصرف أنا في إشي كتير بس فيلم من هون رح بعوزها بحياتي أكتر من هيك رح عوزها بعالتي جيت لهون تأتعلم تأستفيد لأوصال لوضع معين هو إنه سمع صوت للناس أعطو رياكشن طبعي كانت قوية صارة كتير نزل أم هابي أم هابي توريلي قبل ما تفل رانيا حوالت تفسر لأدي البرنامج ساعدني بأمور يمكن كنت أنا حس حالي معي حق فيها طلع لا ما معي حق خليني أتعلم أمور جديدة خليني يكون أروى كان عندي طريقة يمكن شوي هجومية أكتر خفت هالطريقة تصير طريقة علمية طريقة بضبط أعصاب طريقة أعرف كيف أحكي وكيف فكر وكيف أضبط أعصابي يمكن هيدا من أكتر إنجازات يلي استفت فيها بالبرنامج ورح تفيدني بعدين بحياتي الخاصة موسيقى